اهلا بكل حضراتكم عودة من جديد لعشرة الصفحة في الاهلي احنا في الفقرة دي منورانا دكتورة دينا ابو السعود عشان نتكلم معها في موضوع يهمنا كلنا الفيتامينات واهمية الفيتامينات لجسم كل واحد فينا صباح حرفول يا دكتور دينا وصعدائك العادة بوجودك معنا الله ربنا يخليك وانا كمان بمستوي معكم ربنا يخليك بتنورينا وتشرفينا والاهم كمان بتفدينا بمعلوماتك الوفيرة واحنا النهاردة عايزين نتكلم معاك عن الفيتامينات واهميتها بالنسبة للجسم واهميتها لكل واحد فينا فيه مواضيع معينة ممكن تلاقيه ايه تخص فئة من الناس تنطبق على فئة من الناس لكن موضوع الفيتامينات اعتقده مهم لكل الناس الفيتامينات والمعادن مهمة لكل الناس بلاستثناء مهمة في سن الشباب مش بس في السن الكبير اكيد لها اهمية اكبر بكتير في السن الكبير لها اهمية اكبر في الستاتمة فوق الاربعين لكن هي مهمة جدا لصيانة الجسم والتعزيز الصحة طيب الفيتامينات والمعادن بتعمل إيه للجسم؟ بتقويل مناعة جدا ده رقم واحد سواء ستات أو رجالة بتقويلهم المناعة جدا وإحنا محتاجين طول الوقت تبع مناعاتنا قوية عشان نقدر نهاجم أي فيروس بيدخل علينا أو أي بكتيريا الإنفكشن أو حتى أحيانا خلايا سرطانية رقم اتنين بيعمل على عدم أكسادة الجسم إحنا طول الوقت جسمنا بتأكسد من أشعة الشمس من الأكل المستحي من السكريات من التدخين فطول الوقت لازم أعمل حاجة اسمها أنتي أكسادن ده الفيتامينات والمعادن بتعملها مهم جدا الفيتامينات والمعادن لعملية التمثيل الغذائي تمثيل الغذائي وسرعة الميتابوليزم وسرعة الحرق كل ده محتاج فيتامين بي كومبليكس مهم جدا بالنسبة للستات الفيتامينات والمعادن كمان لجمال بشرتها والصحة شعرها وعدم تساقط الشعر مدام ما عنديش مرض يقول لي إليه تساقط شعر هي دي أهمية الفيتامين عشان كده بقول إن الفيتامين ده بنزين الجسم ما أقدرش أنزل وأروح وآجي وعزز طغطي وعزز منعتي غير وأنا واخدأ فيتامينات سواء من الأكل الصحي أو من المكملات الغذائية طيب إمتى الواحد يحس إنه عنده مشكلة أو دروب ما في مسألة الفيتامينز وبالتالي يقرر إنه روح يعمل اختبار ما أو تحليل ما عشان يشوف هو عنده نقص فيه هل فيه شواهد معينة أعراض معينة فيه أعراض طبعا فيه أعراض نقص فيتامينز الأرق والتوتر عدم طاقة طول الوقت كسلانة مدام الكسل مش 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 نتيجة المرض في الكابد أو الكلا بس طول الوقت كسلانة أو الغضة الدرقية بدعب بسرعة يعني بخش في دور برد بعد ياب شهرين ألاقي نفس الدخلة في دور برد عدم التعافي دور البرد يأخذ معي فترة طويلة الوش الشاحب نتيجة نقص حديد وفيتامينات الشعر اللي بيقع نتيجة نقص البيوتين والزينك فعندي عوامل كتيرة تبين أننا عندي نقص فيتامينز وبقول أننا لما بكلم عن الفيتامينات والمعادن بالنسبة لفيتامينات والمعادن الواتر صليب الأول قبلها زوابان في الماء مش محتاجة أستنى الأعراض زي ألبا مالتي فيت ألبا مالتي فيت من أقوى المكملات الغذائية المالتي فيتامينز لأنه أول حاجة مرخص من هيئة سلامة الغذاء تاني حاجة دخله 13 عنصر وفيتامين مهمين للمناعة مهمين للطاقة مهمين لأنتي أكسيدن ضد الأكسادة مهمين لجمال الشعر والبشرة والضوافر كل ده بينطبق على كابسولة أو أرس واحد بس في اليوم من ألبا مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشة طبعا ألبا مالتي فيت هنا الشاشة بتبين لي كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة داخل ألبا مالتي فيت هبدأ بالزنك الزنك ليه أهمية كبرى أولا ألبا مالتي فيت ليه مميزات مش موجودة في أي مكمل غذائي آخر زي؟ زي أن الزنك أعلى تركيز تقايير 24 ميلي جرام الزنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم مهم للمناعة مهم للخصوبة عند الرجال مهم للشعر جدا يعني يجي الشعر يقعي بنتيجة نقص زنك لازم نفكر في الزنك مع البيوتين عندي كمان فيتامين سي فيتامين سي مهم جدا للمناعة والإعادة امتصاص الحديد ولتعزيز الكولوجين في الجسم فيتامين إي اللي داخل ألبا مالتي فيت مهم جدا كضد أكسادة مهم أن أنا طول الوقت قلت أن جسمي بتأكساد لازم أديله أنتي أكسادن ده بينطبق عليه ألبا مالتي فيت اللي هو فيتامين إي اللي داخله عندي المميزات دي كلها في ألبا مالتي فيت قلت الأعلى التركيز في الزنك وقلت قول ما نعم فيه ميزة مهمة قوي في المكمل الغذائي إي اللي بي مالتي فيت أنه غني مجموعة فيتامين به الكاملة يعني بيحتوي على فوليك أسد الفوليك أسد للطاقة والتمثيل الغذائي والستات الحوامر بيحتوي على النياسين والثيمين والرائب وفلافين كل عائلة فيتامين به موجودة داخل ألبا مالتي فيت والذي يميز قلب مالتي فيد أنه مدعم الزنك ومعه النحاس. لا يمكن أن يقوم الزنك بتركيز كبير ونقص في النحاس لأنهم الاثنين يشغلون بعضهم في الآخر. وأكيد النحاس مهم لأنه مضاد للشيخوخة. حلو، فكرة أنه من ضمن الأعراض أو المؤشرات التي تقول أن الواحد يمكن أن يكون لديه نقص في البيتامين. فكرة أنه ليس يتعافى بسرعة. هذه تقول مرجعيتها فيتامينز ولا ممكن تكون برضو فيها إشارة لأنه عنده خلل ما في المناعة نفسها. ما بيتعافى بسرعة يبقى عنده نقص في المناعة. يبقى عنده نقص ممكن في قرات الدم البيضة الانتي باديز ممكن يبقى عنده مشكلة في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي لو أنا عندي فيه مشكلة أوتوماتيك أعرف أن أنا عندي نقص في المناعة. لو عندي قيء مستمر لو حسب عملية الهضم لو عندي عسر هضم عندي إسهال مستمر. لأن فيه حاجة اسمها المايكرو بيون دي البكتيريا النفع لموجودة في الأمعاء. لازم تبقى موجودة ومتوازنة عشان البكتيريا النفع دي مفيدة جداً لنا. من غيرها لو حصل خلل فيها أي يحصل لي خلل في امتصاص الفيتامينات والمعادن أصلاً ويحصل خلل في المناعة. طيب رجوعاً بقى للبيتامينز عايزين برضو نوضح للناس عشان ما يخترتش عليهم الأمر. إحنا في النهاية بنتكلم على داعم أو مكمل غذائي نظبوط مش علاج. طبعاً لا لا الفرق رهيب والفرق معروف دلوقتي جداً أن الدواء هو اللي بيعالج أي مرض. يعني الفيتامينات هي لا تتعرض مع أي دواء ولا يتعرض أي حد من أصحاب الأمراض المزمنة يقدر يأخذ الأدواء بتاعته دي رقم واحد ويدعم صحته بالفيتامين. لكن الفيتامين ما بيعالجش أي مرض كلنا خلاص عرفنا القصة دي مهمة قوي أن الناس يبعندها وعي أنه ما يسيبوش الأدواء بتاعتهم عشان يلجأوا الفيتامين. هو هو قرص مكمل غذائي ما فيهوش المواد الفعالة لتعالج لي مرض السكر تعالج لي أمراض القلب تعالج لي الأورام السرطانية ما عنديش. هو قلبه مالتيبيت داعم للمناعة وللطاقة وللتركيز وللنشاط والصحة النفسية بشكل ما؟ تمام أصغر سن وأكبر سن ممكن يعني يأخذوا المكمل الغذائي دا؟ من ابتداء من 13 سنة أو ما يبتدي يبلع ما عنديش ما فيش مشكلة بيأخذوا سواء بنت أولك لغاية آخر العمر يعني لغاية السن الكبير السن الكبير. ونفس الجرعة ونفس الجرعة. ونفس الجرعة. مش كل مرحلة سنية لها جرعة مختلفة. لا لا نفس الجرعة وعايز أقول برضو للسيدة المشاهدين أن الصورة اللي موجودة على الشاشة دلوقتي دي للسيادلة فقط. يعني ممكن عملة بينزلوا سيدلية من السيدلات مش لسه موفرناش فيه. فنحن نزلنا الكود بتاع الشركة المتحدة للسيادلة. الشركة المتحدة للسيادلة دي شركة من أكبر شركات التوزيع الأدوية والمكملات الغذائية في الشرق الأوسط وفي مصر. الكود بتاع السيادلة بتاع المنتج. فده مهم جدا لو السيدالي أو الدكتورة السيدالية أو السيدالي عايزين يوفروا ألبا مالتي فيد داخل السيدالية. نحن موفرين حتى الكودة على الشاشة. جميل طيب ندخل بقى على أسئلة أو البعض من أسئلة المشاهدين عبير إمام بتقول إيه أسباب ظهور كدمات في الجسم. وما بيتكونش أو ما بيتكونش موجعة ما بيكونش فيها وجع. لكن في كدمات واضحة في الجسم. تبقى نتيجات هاي؟ مدام ما عنديش مشكلة في السيولة وما عنديش مشكلة في نسبة السكر في الدم. ممكن يبقى نتيجة نقص فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا. يعمل كدمات. ليس كل مدكادمة دي مرتبطة بخبطة. بالضبط. بس نقص فيتامين سي كمان بيعمل. يعني هتلاقي التأم الجروح مش بسرعة. هتلاقي التأم الجروح مش بسرعة. معني ما عنديش سكر يعملي السيولة. فبقى وقتها نتيجة نقص فيتامين سي وزينك. فبيعليلي التأم الجروح بالضبط. طيب. ليان أحمد بتقول بحس إن فيه وخز في صوابعي من وقت للتاني. وأطرافي بتنمل باستمرار. ده سببه إيه؟ ممكن يكون من أحد الأسباب الرئيسية نقص فيتامين. فيتامين به الكاملة. الفوليك أسد مهم جدا لتدعم الأعصاب. النياسين. الثيامين. الكوبالامين. فلازم تاخد ألبا مالتي فيت. وبقول ألبا مالتي فيت. لأنه مكمل بعائلة فيتامين به كلها. فأنا على طول بقول فيتامين به. ده اللانش أو الأكل بتاع الأعصاب. فلازم تدعم أعصابها بفيتامين بي. فيتامين بي. بيعلي التمثيل الغذائي. وبيساعد جدا على تقوية الأعصاب. حتى أعصاب العين. طيب لو حد عنده مرض مزمن ما. بضغط سكر قلب. أيا كان. هل لازم يتعامل مع ألبا مالتي فيت. بطريقة معينة. ولا برضو بيأخده بنفس الجرعة. ولا في مشكلة في أن يأخده أصلا. كل أصحاب الأمراض المزمنة اللي قلت عليها. أنا يعني برشح جدا مع الأدوية. نحن ناخد ألبا مالتي فيت. لأن مريض القلب أو مريض الكوليسترول. ألبا مالتي فيت بيد. بيدعم جدا نسبة الكوليسترول في الدم. لأنه بيعمل على عدم أكسادة دون الضرة. وتحولي إلى كوليسترول. نتيجة تحتوى على فيتامين إي. مريض السكر مهم جدا يدعم الأعصاب. كلنا عارفين أن المريض السكر. بيبقى عنده شوية ضعف في الأعصاب. فلازم مع الإنسولين أو الأدوية المتعرفة عليها. اللي الدكتور المختص يكتبها له. أنه يدعم بألبا مالتي فيت. لأن ألبا مالتي فيت فيه دخله فيتامين به الكاملة. الجرعة بتاعتي هو قرس واحد. بعد الفطار بساعة على كباية مياه كبيرة. طبعا ياريت السادة المشاهديني. صوروا شكل العلبة. لأنه ما عندناش بدائل. العلبة واضحة على الشاشة. ما عندناش بدائل لألبا مالتي فيت. طريقة الحصول على ألبا مالتي فيت. من السيدليات. ده رقم واحد لأنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء. رقم اثنين. إحنا عندنا أرقام ظهرة على الشاشة. بنوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء. رقم ثلاثة. عندنا صفحة اسمها بايو ناتشرل على الفيسبوك. نستفصل عن أي سؤال يخص ألبا مالتي فيت. جميل. طيب نرجع بقى لمكونات ألبا مالتي فيت. والفيتامينز الكتيرة. اللي موجودة في كل حباية أو كل كابسولة منهم. هل فيه فيتامين معين نقدر نقول أنه هو الأهم على الإطلاق لجسم كل واحد فينا؟ ولا كلهم بنفس القدر من الأهمية؟ صعب نقول أن فيه فيتامين واحد الأهم ما هو فيتامين به مهم جدا. مهم من البقاء على الحياة عشان التمثيل الغذائي وعشان القوبة لامين. عندك فيتامين سي وفيتامين اي مهم جدا كدد أكسادة. عشان نحمي جسمنا من الأكسادة. وطبعا الدراسات يعني فيه دراسات أثبتت بين الأكسادة وانطلاق الخلايا الحرة والسرطان. لأن الخلايا الحرة تخش على الـ DNA بتاع الخلية ويحورها. الخلايا السرطانية هي خلايا جسم عادية. وحصل لها حاجة اسمها ميوتيشن تحوير. هي كانت خلايا سليمة. يعني كانسر مش حاجة جات من بره. هي خليتي. بس اتحورت. فنتيجة الجزور الحرة ونتيجة. وmentionedيlegات released from the donor justement. وكل كده. ف Thosebleep ,ors gravitational فيتامين بياه جدا. فيتامين بياه جداac. فيتامين بياه جدا. الزينك مهم. النحاس جدا. صعب ان اقول انا اخذ But vitamin ده بس لا. عشان كده عملنا في carletobyland 13 وعنصر. الجسم دينج هي последwie concentration. والجسم لا ينتقى هذه الفيتامينات وأنا محتاجا يوميا انا محتاجا من الفيتامينات لدعيم الصحة يوميا. هل أكل صحي كفاية؟ ما أعتقدش أن احنا قدر نعمل مونيتر للأكل الصحي النهاردة أكل الصحي بكرة نفسي هفتني على حاجات وما فيهاش أكل الصحي فأنا بقرص واحد بلم مش هقول أنه كل الفيتامينات بلاستثناء أنا هلم معظم الفيتامينات زي الفيتامين سي اللي احنا شايفينه على الشاشة زي الزينك زي إي زي الكابر زي الفوليك أسد والبيوتين إزاي ما اتكلمتش على البيوتين وأهمته لصحة الشعر والبشر طبعا الثيامين والنياسين اللي هو فيتامين بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 فده يعني بيديني حماية بيديني حماية لأن أنا أعرف أدعم مناعتي يعني خلاص أنا أخذت ده يبقى أنا عارفة أن أنا مناعتي كويسة عارفة أن أنا بأخذ حاجات أنتي أكسيدنت وعارفة أن أنا بداعم بشرتي زي ما أنا شايفها بفيتامين بي 7 أو شعري بالبيوتين طيب الأصح هل لو أنا دلوقتي مثلا حسيت أو شكيت أن أنا عندي مشكلة ما في الفيتامين ورحت عملت تحليل تمام والتحليل بيّن أن أنا عندي نقص فيه فيتامين معينة ولا مش هو التحليل بيقولك أنت عندك نقص في فيتامين كذا بالتحديد مش كده برضو طبعا الأصحة في الحالة دي لما اكتشف أن أنا عندي نقص في فيتامين معين أو 2 أو 3 فيتامين معينين هل أخذ كل واحد فيهم على حدة يعني أخذ منتج فيه الفيتامين ده بس لوحده ولا صح أن أنا أتعامل مع المالتي فيتامين برضو نفس في السؤال ده كريم أنا أحب جدا أستشيري الطبيب المختص بتاعي يعني لو عندي مرض حشاشة عظمة طبعا ألبا مالتي فيد فيه كالسيوم ممكن وقتها الدكتور يقول خد ألبا مالتي فيد بس بياخد جرعات كالسيوم أعلى كتير لفترة معينة كالسيوم مستقل مثلا لفترة معينة وبعدين دكتور يقول وقف كالسيوم فور لأن كالسيوم ينفعش يعلى في الدم فأنا وقتها أحب جدا أسأل أهل الذكر في الحاجات دي فلو أنا عندي نقص في حاجات كتير هو اللي يقول لي الدوز إيه فده مهم يعني هو الدوز المصرح بيه هو قرس واحد بس ما نقطرش عايزين نقطر بنسأل الطبيب المختص طيب هل فيه ضرر ما ممكن ينتج عن أن الواحد بياخد يوميا إموت ما من المالتي فيتامين لو هتكلم على المنتج اللي أنا بتكلم عنه اللي هو ألبا مالتي فيد اطلاقا فأنا دلوقتي بتكلم على ألبا مالتي فيد إطلاقا ليه؟ لأن الفيتامينات والمعادن اللي فيه زي ما قلت قبل للزوابان في الماء منهاج تخزين في الخلايا فالزيادة منه لو حصل زيادة هينزل عن طريق البول الكلام دا ينطبق على ألب مالتي فيد بس؟ آأ أنا أتكلم عن ألبا ولذا دا قاسم مشترك مما بين كل الفيتامينات؟ لا ليس قاسم مشترك يعني فيه مالتي فيدي مستانيا من غير طبع بنقول أسماء ممكن كثرة تناولها أو تعطيها يبقى مضر؟ لو عندي فيتامينات قبل الزوابان في الدهون وأنا عملت تحليل ولقيت أن نسبته مش قليلة وأخدته بتراكيزة عالية وأنا نسبتي حلوة في الدم بالنسبة للفيتامينات التانية القبل الزوابان في الدهون مش في قلبة مالتيفيت القبل الزوابان في الماء لو لقيته نسبته كويسة أو عالية وأخدت زيادة ده وقتها بيتخزن في الخلايا بس ده مش في الفيتامين بتاعي الفيتامين التانية مهمة جداً لو لقيت حتى نسبته بسيطة أخده بتراكيز قليلة ما أخدهش بتراكيز عالية ايه من الحاجات المغلوطة اللي عدت عليك فيما يتعلق بعلاقة الناس بالمالتيفيتامينز يعني أكيد بتسمعي حاجات أكيد بتتسقلي في حاجات هل عندك انطباع معين أن في معلومة معينة الناس متلخبطة فيها المعلومة نفسها مغلوطة عندهم طبعاً كنت بس مع موضوع أن أنا مش لازم أخد أنا بخاف من الأدوية أخد مثلاً فيتامينات هي مؤويات ده معلومة خطيئة جداً يعني ما ينفعش ومثلاً حد تاني يقولك لا أنا مثلاً أنا واحدة سني صغير مش أخد فيتامينات أنت محتاجة فيتامينات من سن عشرين سنة لأن بعد سن الخمسة وعشرين الكولوجين بين أستدريجياً الكلام ده كله بعد الحاجات المغلوطة أنا أنا حاسة أن أنا كويسة مش هنزل عمل تحاليل أحياناً بيبقى في مشاكل موجودة ملهاش أعراض فدي مهمة جداً أن احنا من وقت للآخر نعمل تحاليل نتبع على الفيتامينز ولا الفيتامينز من الأمور اللي لو نقصت في الجسم لازم نشوف لها عرض ما الفيتامينز بيبقى حاجة ترقمية ما بيبقاش حاسة وقتها لكن لما بيحصل نقص شديد هحس بأعراض صعبة مش حلوة يعني إزاي أنا مثلاً مش عارفة قومي السرير مش عارفة أنزل روح شغلي مش عارفة ذاكر الطلبة اللي عندهم امتحانات مش عارفين يركزوا في موادهم كل الحاجات دي بتبقى من أحد الأسباب نقص شديد في الفيتامينات والمعادن شعري طول الوقت بيقع شعرك بيقع الطميني على النسبة الحديد والطميني على النسبة البيوتين والزنك أحياناً زغلالة العين والبليرد وفيجين بيبقى نتيجة نقص فيتامينات والمعادن زي فيتامين اي مهم جداً لصحة العين فيتامين بي مهم لأعصاب العين فأحياناً زغلالة العين بتبقى نتيجة نقص فيتامينات والمعادن حتى الفيتامينات مهمة لصحة العين أول مرة أعرف التفصيلة دي بصح أحياناً بيبقى نتيجة طبعاً نقص فيتامين بي ونقص فيتامين إيه فالحاجات دي مهمة جداً جداً يمكن كمان من الحاجات المغلوطة اللي سمعتها على الموضوع زي ما قلت الأكثر قبل كده قلتها طول الوقت محتاجين مش محتاجين نضرب مضادة حيوى دي كارسة لا ما ينفعش يعني المضادة الحيوى لما الدكتور يشوف أنت محتاج صبح وليل نضرب مسكنات طول الوقت عايشين عليها حتى الدكتور في الرشدتة بيقولك المسكنات عند اللزوم مش عمال على بطة فالحاجات دي مهمة ومهمة قوي قوي أن الناس والستات والرجال يبقى عندهم وعي أهمية الفيتامينات ومعادن دي حاجة مش أوبشن يعني زي ما نقولك إذا البنت دي مهتمة بنفسها دي بتاخد فيتامينات هي لازم تاخد فيتامينات لأن الأكل مش كفاية يعني أنا محتاجة يوميا من فيتامين سي ألف ميلي جرام هتركز بقى هتاخد سلطة قد إيه هتاخد تماطم قد إيه هتاخد لمون قد إيه الكالسيوم أنا محتاجة يوميا ألف ميلي جرام كالسيوم هل بناخد قلبان وجبن يوميا بطريقة كافية؟ والاحتياج بيبقى واحد عند كل الناس يعني أنت محتاج ألف وأنا محتاج ألف وغيرنا محتاج الرقم ده ثابت؟ الرقم ده ثابت للبالغين الست الحامل بتحتاج أكتر يعني البالغين مش كبار السن يعني ده ثابت بعد الاستثناءات الاستثناءات السيدة الحامل بتحتاج ألف ومتين كبار السن بيحتاجه ألف ومتين اللي زي وزيك بيحتاجه ألف ومتين مين اللي قال لك أنا في شريحة كبار السن يا سنت القطر؟ أنا طبع الفئة بتاعت الحفريات اللي ينطبق عليها جزء نبكال في يعني الميد فورتيز وكده بيحتاجوا الألف إحنا يعني أعتقد أن الموضوع ده كان يهم كتير جدا من حضراتكم من شكركم أكيد على حسن متابعاتكم لينا وأكيد الشكر موصول لك يا دينا على وجودك معنا كالعادة نورتين وأفتينك شكرا جزيلا لك حبيبي ربنا يخليك مرسيين مرسيين شوفكم على خير مشاهدينا في كل مكان إلى اللقاء